انطلق العام الدراسي الجديد في عدد من المحافظات وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء حمزة ردوان إن عدد الطلاب المنتظمين بإدارة العريش التعليمية بلغ 8951 طالبا وطالبة في 11 مدرسة بينما بلغ عدد طلاب إدارة بئر العبد التعليمية 2478 طالبا وطالبة في 4 مدارس وعدد طلاب إدارة رفح التعليمية 2229 طالبا وطالبة مقيدين في 5 مدارس